حتى بهالشبات الواحد مائل وغير اكلة حلا سريعة وسهلة التحضير وما بده اختراع ولا شي اول شي انا رحت جيبت نص كيلو بوزة لا تعزبت ولا تعزبوا حالكو ولا تعدوا تجيبوا كريمة للحلا ولا تعدوا تستخدموا الخلاط رحت جيبت نص كيلو على شوكولات وحليب ولوز وعملت طريقة كتير سهلة وطيبة وما بتاخد ابدا معكو وقت عنجات طلعت كتير طيبة بما ان البوزة اصلا هي متلجة ما رجعت حطيتها بالتلاجة غير تقريبا شي ساعة وبعدين بلشت الطريقة اول شغلي عملتا جبت البسكوت طبعا البسكوت عادي هو بسكوت الشاي جبته فردته بقلب الصحن وبلشت بعدين احط البوزة وفردت البوزة على البسكوتات ورجعت حطيت طبق تاني من البسكوت بعدين حطيتها بالتلاجة وكانت ما في اسرع من هيك طريقة عندي هون احترنا كيف بدنا نحط البسكوتات بعدين حطيتها بالتلاجة لمدة شي ساعة ويا الله عنجات طلعت بتشحي وكتير طيبة وما بدا اختراع ولا شي وما بدا تفنين ولا اشي وطلعت طيبة وتقرش قرش ما احلاها ما تنسونا باللايك وشير وسبسكرايب على يوتيوب هلا رح احط موقع اليوتيوب وما تنسونا بدعمكن ترجمة نانسي قنقر